اشتركوا في القناة واستمرارية دوران عجلة الانتاجية عبر نافذة التميز والابتكار في العمل الحكومي ادامة لروح الفريق الواحد وثبات في مواجهة الشدائد والازمات ومواصلة المسير نحو الانجاز دون الالتفات الى اي ضائقة مهما كان شكلها ونوعها طفت على السطح فجأة وقد تظن وظنها خائب انها ستنال من صمود العازمين الوافقين الماضين نحو اتمام ما خطط له وما اقر من استراتيجيات وآليات عمل تبقي وتيرة الانتاج خفاقة لا يصيبها بطء ولا يعتريها سقم او اعتلال وبالنهج الذي اشير اليه وافصح القلم عن حسن وصفه تمضي حكومة البحرين نحو مجابهة جائحة وباء كورونا المستجد بارادة صلبة وبكتلة جسد تتكاتف اضلاعه سوية للحفاظ على مستوى نشاطه وضخ الدم في عروقه الحيوية حتى يتسنى له القيام بوظائفه التي اعتاد المداومة عليها قبل ان يتم الاعلان عن ما هي الضوابط التي من الجيد مراعاتها درءا لأي وصب قد يحل عليه فيركسه انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اعاد حسابات العديد من الدول في تدارك حجم النوائب قبل حدوثها والبحرين تعتبر واحدة من اوائل دول العالم التي استطاعت منذ بدء ازمة هذا الوباء ان تستمر بخطا ثابتة نحو وجهتها المقررة الى ربوع التنمية الشاملة عبر خلق توازن بين معركتها في مواجهة المرض وبين اصرارها على ديمومة الحياة واستمرارية دوران عجلة الانتاجية ومراعاة حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء فضلا عن اتباعها لآلية مواءمة فعالة تربط مصلحة العمل بسرعة تقديم الخدمات بلغة التميز والابتكار بالعمل الحكومي اجتماعات عن بعد تعلم عن بعد كد واجتهاد وتكيف سلس مع تضاريس الوضع القائم وما افرزه من مفاهيم جديدة لكيفيات عمل وتلاق غير مباشر بين مسؤولي الدولة كل في موقعه من خلال نوافذ التطور التكنولوجي وثورة المعلومات اذ ان نجاح انظمة العمل يعتمد على ركائز الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة في البحرين والنهوض بمجالاتها كافة عن طريق سياسات صائبة يتم اتخاذها لتجد طريقها صوب التنفيذ ان تفعيل مبدأ العمل عن بعد جاء بعدما تم اقراره والاشارة اليه بناء على توصيات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء كخطوة وطنية احترازية تداري صحة البحرين وسلامة شعبها والمقيمين على ارضها ومن اجل التأكيد على قدرة ارض الخلود الخليفية تجاوز التحديات كافة بانفاس لا تهدأ من قبل المنتمين لتراب ارضها المتوجهين نحو مواصلة تحقيق الاهداف التنموية المنشودة لتلفزيون البحرين محمد الرشادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر